نكتشف شيء وين وزارات الدولة وين يعني شو اللي قاعد يساوون وزارات الدولة فقط يعني مجرد اعلانات تعلن هنا وهناك بين قايمين بالدور أي دور والمواطن والمقيم قاعد يأكل مواد قذائية فاسدة أنا أعتقد هذا هو الحلقة المهمة وهذا يجب اللي نتحدث عنه وهذا دور هو مجلس الأمة هذا تهديد لخطر الأمن القذائي اللي موجود عندنا في دولة الكويت حياة المواطنين يعني اليوم أنا أتحدث مع أصطغاء لنا في الدوانية وفي المخيم هناك مع أولاد عمي وغلا واحد يقول والله ما أدري يمكنني كلينا من هاللحوم هذه وإحنا ما ندري وبالتالي هذا هو الدور الرقابي المطلوب من الأخوة وعضاء مجلس الأمة ودور أيضا يشمل أعضاء مجلس البلدي ودور يشمل مسؤولين البلدية السؤال هو تم اكتشاف الخطأ نحن صارنا زمن الحقيقة نصيح علينا بالحسم الحكم يجب أن يكون سريع علشان المواطن يلمس هذا الرد أما تاجر تجيبه وتعمل عليه قرامة وتحط على محله وتختمه لا يوقف إذا صارت هناك مواد غذائية فاسدة يوقف العمل يتم التحقيق فوري يتم الإسراع والتعجيل بالتشريعات الموجودة هناك تشريعات كافية أعتقد موجودة في البلدية وفي وزارة التجارة لردع المخالفين وإيقاع أقصى عقوبة لأن هذا تسميم الحقيقة غذائي لجموع المواطنين جريمة بحد ذات هذا الأمر هذا هو دور أعظام مجلس الأمة في الوقوف وهذا دور الوزير في الشرح وتبيان خطواته والدور التشريعي أيضا أيضا مطلوب الدور القضائي مطلوب الدور الأمني مطلوب الدور الرقابي مطلوب فهذا هو تقريبا الحقيقة يجب أن ندافع عن أرواح مواطنين هو عمور راحة يعني متوقع أن تقدم لجنة تحقيق طلب لجنة تحقيق في جلسة يوم الثلاثة حول الموضوع اللي هم فاسد خلنشوف خبرنا الأخير واللي يتعلق في منتخبنا الوطني هذا الأزرق وهذه افنونة تصدر طبعا مجموعة يبو فوز على اليمن بثلاثية نظيفة وتأهل مع الأخضر لنصف النهاية بعد تعادل شاق للسعودية مع قطر يعني فعلا منتخبنا الوطني وشباب الأزرق دائما أخ فهد ما يبدعون صحيح رقم الألام رقم الصراع السياسي الرياضي أنا قاعد أقول وقلت قبل هالمرة والله العظيم لو كان هناك استغرار إداري وهناك صفاء نفوس وهناك خطة موضوعية منذ خمس أو ست سنوات لا شفت الأزرق قاسما بالله ليس موضوع كأس الخليج ولا كأس آسيا ولا شفتوا حتى فيه كأس العالم لدينا شباب قمة في الإبداء اليوم الشاهد تقول صفقة الحكومة والوطني حالة استجواب محمد الدستوري مقابل إنقاذ الغرفة يعني تركوا مجرد فقط نطبق رأح نستجوب رئيس الوزراء على عدم تطبيق ونيراضية اكتشفنا أن هناك صفقات سياسية تتم بين بعض موابك في العمل الوطني على موضوع رياضة في مقابل هم شيء غرفة التجارة إذن المصلحة مقدمة حتى على موضوع الشأن الرياضي شنو تعليقك شنو رسالتك للشباب والله أول شيء أنا أبارك المنتخب الوطني الحقيقي أنا أبارك لجميع المسؤولين في الكويت وأبارك للشعب الكويتي نحن استمتعنا بسنفونية عزفوها شباب الأزرق أنا أيضا أحيي صراحة الشيخ أحمد الفهد لقدوم من الصين إلى اليمن أحيي كمان صراحة الشيخ طلال الفهد نحن شفناهم رجل مريض وبينا متعورة وحاضر ومتواجد وهذا جهد صراحة يجب أن ننظر له بمعيار الدقة والعدالة نعم يعني ناس ترك أهلها ومجاب لها أولاد الكويت وأيضا الرياضة هي تنافس وليس صراع ما نجده الآن على الساحة السياسية هو صراع باستخدام الرياضة كوسيلة الرياضة هي تنافس الحقيقة الشيخ طلال أثبت الإدارة الجيدة نحن نقول عشان الكويت وعشان يرجع العلم الكويتي في المحافل الدولية بدلا من العلم الأولمبي وانتا احنا خلصنا الدورة الآسيوية ترى أمس خلصت الدورة الآسيوية أبطال الكويت حصلوا بحدود 11 مدالية أنا أرجو أن تعطى الفرصة لساعدة الشيخ طلال الفهد ونسمو نحن فوق التنافس على الأمور هذه ونكون أخوة متحابين العمل السياسي يجب أن يكون في المنابر السياسية المنابر الرياضية هي تنافس رياضي بين شباب رياضي وهذا هو الشيء المهم نبارك مرة ثانية للأزرق ونبارك أيضا لحقيقة أيضا تأهل المملكة العربية السعودية ونقول للأخوة في قطر هاردلك ونقول للأخوة في اليمن نجحتهم في التنظيم والكاس كويتي وما في رحوه تعالى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن يكون الكاس كويتي بذن الله تعالى عموما الخبير الأمني الأخ فاديش ليمن نشاكل لك حضورك وإثراك لهذا الحوار وانا شاكر وسعيد بوجودي معكم شكرا مشاهدينا الكرام نذكر بإيميل البرنامج قبل لا نختم ومن خلال نتواصل معكم وصلت معكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقتي آمن أن تكونوا قد استمتعتوا معي أراكم غدا إن شاء الله أستودعكم الله وإلى اللقاء